المباراة اللي جاية هناخد مين؟ عندنا امبي والداخلية امبي والداخلية كان فيها مباراة حراس مان بابا او احمد عدل عبد المنعم وعلي لطفي طبعا علي لطفي اهو ده اهو اول انقاذ لزنفولي زنفولي طبعا من الناس الممتازين بص هنا اوقف بقى رجع لي زنفولي هو بيقفل هنا تعامل معها في الوزيشن صح وتعامل معها بشكل كويس جدا بص ايده اليمين شايف امن الدايقة خلاص بيقول للاعب امبي ما تلعبليش هنا اوقع تلعب هنا انا واقف كمل كمل بص ايده اليمين والميل صح شايف ايده كمل بص ايده اليمين الزنفولي امن خلاص الدايقة اجبره نلعب بالعرض خلاص وسرق خطوة اه هو خدعه طبعا قال له بص انا انا قفل الدايقة بالزبط مجليش هنا هنا ميتة ليك فالعب بالعرض دي مهارة حارس طبعا على فكرة الجول ليه تاكتك والجول لازم يبقى زاكي والجول لازم يجبر اللعب انه اللي عبره قال له شايف انا قفلت هنا خلاص خلاص خليك يبا هنا وخدر خلاص وتعامل معك شكله كويس جدا بص هنا انقاذ من البلعوطي طبعا من البلعوطي من الحراس الممتازين هنا عمل القفل كويس جدا وراح قفل كويس بس خلينا في البلعوطي من البداية خلاص في الكروس الاولاني هو هنا راجب يتعامل مع كل الحالات هرفع كروس هطلع حد قطع هقطع هنا توقع بص جري عرضي لما لقى زميله هيغلط توقع الخطأ بتاع زميله راح قفل بشكل كويس جدا وانقذ هدف ممتاز ما سابوش يفكر بالضبط بص نقل نفسه من حالات غير position بتاعه من كروس لتوقع خطأ زميلي لناخد خطوتين بص هنا واقف اول ما هو عمل كده توقع خطأ زميله راح اواخد خطوتين وقفل خلاص على لعب الداخلية وانقذ هدف ممتاز مهم جدا هنا طبعا الزنفولي تكمل للتقلق اللي كان فيه الزنفولي كان عامل ماتش كويس جدا لانه كان في البنك الالي وخلي بالك الزنفولي بيلعب بالخمسين في المائة من مستوى لان الكتفه كان لسه وضع هنا اخطأ في الاولى اول مبرامة 6 شهور بالضبط واتعامل معها بشكل كويس برجلي وقام تاني هو يحصاب له الرياكشن ده ممتاز هو حظه ان الكورة جاد في مكانه ولكن نحصاب له انه هو صد برجله وقام اتعامل معه بالعكسية خلي بالك فيه كرارين في وقت واحد كرار برجلي اول حاجة البوكس كان لازم يطلع اقوى من كده لو بيمين ارجع ورا سنة وهو بلعب بالبوكس الشمال لو بيميني كمل لو بيميني اقرب بص يميني اقرب وبيعيد عن اللعيبة الشمال دخلتني في مشكلة كبيرة مع لعيبة امبي لكن هو موقعش ام وتعامل برجله ثم العكسية قرار قرارين في نفس الوقت صحية وحسب له انه عمل ماتش كويس جدا واخد من ازدماتش